الآن شيخنا النحو يعني اللسان العربي هذا المطلوب لكن هناك بعض الإخوة شيخنا ماذا يفعل؟ يدرس كل أنواع النحو يعني يبدأ من الأجرمية ويصعد إلى ممكن كتبه بالإجابة المتقدمة ثم لذا سألته شيخنا في مسائل التوحيد تجده بعيدا عزب الله فما نصيحتك شيخنا لأمثال هؤلاء؟ نصيحته أن المرأة يحرص أولا على تعلم فضل عين فضل عين أوله ومن أهمه تفحيد الله سبحانه وتعالى معرفة الله ومعرفة من نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين لساء بلد الله صحيح هذا الصلاة الثلاثة هذا الصلاة الثلاثة وبعد ذلك فرض الكفاية فرض العين القصير الصلاة والصوم والحج وبعد ذلك الأشياء الأخرى كالبيوع وغيرها التي ليست فرض عيني هذا لا بد منه كيف الإنسان يقلل النحو يقلل هو لا التوحيد الله سبحانه وتعالى والنحو من الفائدة منهم مثل إلا إصلاح الألسن الألسن وإصلاح القرآن والحديث ووسيلة فقط ليس غير والله شخ هذا النصيح أنا لن أنساها منك نعم يعني أنا ذكرتها للشيخ خمين الآن في الطريق أنك أول ما بدأت أطلب العلم عندكم الشيخ الزاكر الله قلت لي هذه النصيحة لابد أبدأ بالتوحيد ولن أنساها والله ننسيها والله الله يبارك فيك أنت غلط عندي كيف ما قرأت عندي سبحان الله أجيب الله الله ما استعالى بس أنت تذكرني يا جيخنا إلا أذكرك أنا درست عندك كثيرة جيخنا أنا أحكي لهم القصة هذه التي تيسرت لي ولم كان معي ولم تتيسر لأحد يا جيخنا بدأنا عندك 1419 ما شاء الله فلما بدأنا شيخنا كنت تجمعنا كنا بدأنا بالأجر رمية وليس بالألفية نعم ما شاء الله فكنت شيخنا تجمعنا وتشرح نعم ثم تقول أعرف 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 طبعا طبعا تذكر شيخنا هذه نعم هذه طريقة ما يقول لك من طريقك لا أود أن أدري بالطلاب نعم وأنا شيخ أول والله أعلم أول من قرأ عليك نظم العمريطي سبحان الله أمريطي ما شاء الله نعم قرأت عليك كنت أحقق وأقرأ عليك من حفظي رجزاك الله ما شاء الله تبراك الله شيخنا الآن عند تزكية أيضا منك شيخ ما شاء الله تستحق والله متى أني بدأت أدرس ما شاء الله تبراك الله شكرا